سلامتو الموض ان شاء الله تكونوا جاب خير ليوم جيدكم فيديو جديد الفيديو تاليوم بزاف هيلان نستقبل مبدوها دايما نحب الفحلات اللي نضموا معي لقناة الفحلات ان شاء الله محتوى القناة يكون عجبكم وصورتو نقولكم شكرا بزاف على دعمكم في فيديوهات الماضية يعني دايما نلقاكم وجدي في كومنتر بأراءكم بأفكاركم حتى بتحدياتكم يتقاسموها معايا دايما مع تحديات رمضان دايما مع جديد رمضان سلسلة تحضيرات رمضان بدينها كما قلت لكم لادني افوى والفيديو هذا تكمل لها كنا شفنا مشتريات كنا شفنا بزاف حاجات نستقبل رمضان بأشياء يعني بفرحة كبيرة دايما نحاولوا اننا نبينوا فرحتنا بمشترياتنا بتحضيراتنا المسبقة بتجهيزة كبيرة لفرحتنا لدخول الشهر العادي لهنا قبل ما نبدو كلا عادة والعوايد ما تنسوش انه فيديوهاتنا دايما نبدوهم بالصلاة والسلام على رسول الله كما كنتو وشفتو من قبل في الفيديوهات كتقسمت معكم المشترياتي تابيت لغزين تحضيراتي الرمضان كت من مشتريات يعني من أواني حاجتها كانس حقوهم وتانيك من مواد غدائية تمور كتخبيتها معاكم من قبل كتشيت الفريك كتشيت بزاف حاجة تقسمتها معاكم لما شاهدوك الفيديوهاتنا نحطها لكم ندلكم بالك بلايليست تع سلسلات رمضان وتحضيرات رمضان هكا مشتعارفوه الارائح تكون مختلفة يعني كل واحد ورايو وكل رمضان وكل ما يجي هكا دهو تجهيزات كان يشوفها حاجة يعني زدنا فيها شوية وكاين يقول لك نوع هذه هي يعني كل واحد ورايو ونحترموه الاراء الجميع ولكن انا نحب دايما نحط لكم بعض التحضيرات هكا مسبقة بالبزاف باش كل واحد يشوف وش يعني بارياحية دو كي يشوف فيديو بارياحية ما يكونش مضغوط بزاف كما قلنا كنت قدرت ديجا خبيت التبناء الحمد لله خبيت الفريك بدأت نوجد بعض التوابل كتشريتها ونتقاسم معكم كيف نحضر التوابل ان شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله بالنسبة اليوم الفيديو تاليو احنا هضرو على اساسيات كارتونة رمضان وقائمة تانيك الكماليات كل واحد وشيحة كما كنت شوف هنا كنت قسمت معكم بعض المشتريات كنت شريتهم يعني حطيتهم تكوتي مي كيما لابلكم دايما انا ما نكدبش عليكم ونقولكمش بيلي حاط نشري بالكمية الصغيرة على بلكم كل رمضان نشري بالكمية كبيرة يعني نشري لمدة شهر كامل ونحب لابلكون تيتي باش تقعد لي لبعد رمضان هدي الطريقة جيد فعالة جربوها سوتو دا كنتو عائلة يعني تستهلكو تديرو العرضات بزاف ولا تنطموها في بيت واحد ولا كل واحد كيفا يجوز رمضان ديالو هنا كباد الميتو جز كنت يعني استعملتهم هدا تيقة بزبزاف هايل في طرر الشامبينيون كنت جربتو بزبزاف هايل وحبتو يعني بنين مشي هداك اللي جاي شغول ما نشافه بلاستيكو لا ام بليش دوسا هدي ديالك 30 ميل حبيت بك اني نجرب بعض المواد هكا وبعض الماركات باش كي نحنشي العلبة الكبيرة ما نرميش دراهمي في باطل نبدأ ودوكا في كارتونة رمضان كيما على بلكم دايما ما تقسمش معكم المشتريات الشهرية المواد الغذائية لاني نعتمد على بيت الخزين وما نشيش مصروف شهرية لابيها ما تشوفوش معي بزاف اني ندير مشتريات شهرية أبقا حادث كي يخصوني بيت الخزين نوح نشريهم ودايما كي نشري يعني كما شتوني الله يبارك نشي بكمية كبيرة يعني إذا شيت لاليفون نشي بكي الكبيرة إذا شيت نشانتي نشي بيدون كبيرة إذا شيت سمن نشي الباطلة الكبيرة يعني دايما ما نشيش دي كونتيتي هكا صغار هنا تعرفوا بهذا الإنسان هو يدير بيت الخزين يعني هنا باش نعرف بالنسبة لبيت الخزين نعتمد دايما كنت قسمتوا معكم اني نحاول انه رمضان يكون في ستة أشهر اللي راح ندير فيهم بيت الخزين ولا تلت أشهر اللي ندير فيهم بيت الخزين في هذه الطريقة منشيش مواد أساسية كنت تدعوا الفيديوهات الماضية تلقاوا هذه الحاجة كدرتها لاني باسي وقلت لكم منشيش مواد أساسية لأنه عمدي في بيت الخزين يعني بيت الخزين حاولوا دايما اني نستفاد منه سيغطو في رمضان اللي احنز حقوه بساف من هكذا كنت قلت اني نتقاسم معكم الأساسيات التي قد انتم تشروهم يعني أنا كما كنت شوفونا ندير بكمية كبيرة ندير كما قولوا تلت ثلاثة بدون التعزيطة خمسة إلى ثلاثة يعني ديرها عشرة كيلو تاع فارينات تاع الحلويات عشرة كيلو تاع حلوية مع الجانات اكسي تغى منتوما ديرو هادو الكانتيتي بحاجات صغار منها انكم منها انكم تشوفو من جهة عدد أفراد العائلات تعكم يعني اسكوا تديرو عرضات ولا نو تانيك مام الواجبات اسكوا تكونسومي بزيب سكوكاين عائلات ما يكونسومي بزيب بزيب في رمضان وما عندهما ماكلا ماهكاك وانا دايما نصحكمكم تشورو يعني الزيت على الاقل يعني بخمسة إلى ثلاثة يعني كان يشي 11 إلى ثلاثة كان يشي 6 كان يشي 7 المفيد انكم تعافوا كيفية قسمون انكم تستعملوها بكثرة عندكم الفانينا تانيك اه اقل يكون واحدة عندو هادوك خمسة كيلو محتوظة ستو اذا كنتو تعاجنو ولا تستعملو يعني معجلت بزيب في رمضان الطماطم انا دايما نشي يعني العولة بيكونوا كبار ما نحبش دوك العولة بصغار تقدو تديرو الزوج دو بوات يعني تا كيلو وتانيك السميد اللي حيكون دايما نازم يكون متوفر القهوة الخل والمازهار كما كنتو انا اتقاسمت معاكم لعديني افوه بنسبة للمازهار كنتيجا درت عولتي تعمل مازهار الحر المقطر وخبيته سكر رطب الفريق اللي كنتيجا تانيك انا شريته وكملت يعني ما نشي حنزد نشري عندها تلك الخميرات وخميرات الحلويات اللي دايما نصحكم تشروه باطا كبيرة تربحوا فيها وتتهنوا مدة عام وخميرات الخبز بلوتو انا دايما نشي لباكي الكبير وشنو ما نفرغوش قام لباكي داعو نفتحه من جيهاندرو كما راهو في باطا يعني يقعد للمدة طويلة ما تماجيني وشحن ميصالها ووالو بالنسبة لفرميسال ثانيك كيمزاف يفضلوا انهم يخلطوا ما بين فريق وفرميسال ومعجنات للاطفال يخلطوا انهم راببا ينسلكوهم وروحنا شفية بهم عباكم رمضان الشي صعيب انك تطيب لولادك وطيب لك ودفهم يحبوش ومقعدش الماكرة على البارح ولا لا على الاقل واحد يدلهم اخناهم جيعاني يدلهم ديبات ثانيك عندكم الاروز تحبو انتم كما حبيتو بسماتي ولا عادي كما تحبو السكر على الاقل على الاقل يكون لديكم خمسة كيلو يعني ما نكتبوش على راح ناقا نستعمل السكر بزاف في رمضان والتوابل كما قلت لكم توجدوهم من دوك ستويدك ان تعطيكم الحيوة وترحوهم يعني تشروهم حب وترحوهم انبعد احنا نحاول اني نتقاسم معاكم كارتونة رمضان الاساسيات يعني هنا يحاول ان نعطيكم بعجالة وش قدرت يعني نتفكر هدو الحاجات معاكم لاني في الحقيقة الاساسيات يعني من اعتمد شاليهم بزاف في رمضان هدوهما الصح ليكونوا عندي في بيت الخزين ومنحووز جاليهم نحن نروحو للحاجات التانوية واللا هي الكماليات اللي احنا هتكون اساسية جدا في شهر رمضان بالنسبة للكماليات عندنا بزاف حاجات يعني كما كنت شوفوا احنا نحاول ان نعطيكم هذه الواقعة نحاول ان ندلكم عليها يعني في المنتادة هكا باش تلقاوها كابتور باش تلقاوها هكا باش اي واحد يحب يشوفها يعني يلقاها وياخد منها افكار اذا بينسوق كتابة تاي كانت بفهمها بالنسبة لها كما قلت لكم حاجات اساسية كنت كتبتهم هذه الواقعة كنت قسمتها معاكم لاني باسي يعني دايما نحتفت باوراقي سيعتوك نكون هكا نوجد كتكون اوراق خاصة سيعتوك كنت نوجد رمضان ورحت اشريت بهذه المرة يعني هنا يا عنا حاجات كما احنا نعطيكم هنا لا ليست بلي بخي يعني لا ليستاعي بالاسعاء اللي كنت توجدتها باش ندو مشتريات رمضان باذن الله حاجة اللي لا يعني كما لابلكم انا دايما نشي ديول ننصحكم بديول العائلة ولو مش منح يعني نحاولهم مهدك الورقة اللي كانت بيناتهم ولو يلسقوا بيناتهم يعني كاريتا باش تنحوهم تقدو تديرو حتى تديرو يعني تشمخوا سيروية هكا مادة في تعصو هات خيبية تحطوها عليهم باش يدي كولاو هكا بيناتهم ما يتقطعوا لقمش وثاني كغير تفتحوهم تشتوهم يبسو على بيها وديو كما لابلكم تعليد يعني ديفو ما تلقاوهومش في رمضان انا بيها نفضل اني منطحش في هذك القاعدة ونحن نشي ديول اذا كنتم باكي كبير سوف يدير امية واربعين الالف تلقاوه فيه خمساش نعلبة يكفي نحتمو الرمضان وانا تانيك ما نديروش غير بورك يعني نديرو للي سيقاغ وما ممكن يجيني يضيف على غيلة هذا كشي سلك بالنسبة هنا يا ديول تانيك انا نضيف الملكة وانا تقسمتها معكم لليباسي تانيك نظيف جدا نظيف ملسوقة يعني مكتب فيه ملسوقة يدلقيتو غير شروع ننصحكم به بالنسبة للأجبان اجبان انا دايما نشري جوبن بغباغ يعني كما كنت شاهدون هنا 120 الف ديناء جزهري يدير الراهودوكا تلقى الثمنتاع ونشري جوبن الشيداء بنسبة لجوبن الشيداء تقلوش شوهد كبير ونضيف ملسوقة ونضيف معها واحدة تسافة شيداء الأحمرين عندهم غلفة أحمر او نابولي او اي اي حاجات دوب تخلطون في بيزا على قليل ونضيف الملكة ونضيف ملسوقة هناك كما على قليل نابولي وكذا 100 الف لابول بالنسبة للمتاعدة من الشيء الكبير ونضيف ملسوقة ونضيف الملكة حتى بعد رمضان كما يجبون ونضيف ملسوقة ونضيف ملسوقة ونضيف ملسوقة ونضيف ملسوقة ونضيف ملسوقة ونضيف ملسوقة تحبوهم. او بس انا نشاهدوك اللي بوات صغار بس كيش الكبير يعني لباكي الكبير لقيت الساشي فيه كسكر يعني قدمة ديري مغارف ميجيش بنين. عندي يعني نوارا هذيك الصغار احسن. نستعمله بزاف سازمين شي زوج. قيق البلوز ما نشافه دوك أبخيرا نلقاوه لما نلقاوه شريس نسي ادى الشيتو بارك ندلوه في المجمد. يعني هكاك ميسوس ليش اولا اده هبس كيباكي صاس فيما نستعملو شكا. دخلت لباكي مغل راح ندلوه غير ملح الحي ونخليه. كوكاو مقشر موليتش نشي كوكاو مقشر يعني كوكاو مقشر يعني كوكاو مقشر يعني كوكاو بالقشور مية عرف تكفيني. وانتهنا ما انا نقشره. انا نعف نقشره. انا نشري مقشر وبهذاك التامان. بالنسبة للشوكولة احنا نشي بيدون كبير تعمية وخمسين الالف. كين بزاف ماركيتة شوكولة. انا هدى هنا شوكولة يعني فوجيكا وما يشهدها الا شوكولات تغتيني. هذي كان مستعمله بزاف في ر انا نحبها بزاف. انا شوكولة هادى فوجيكا. يعني تلقوا بزاف ماركو تلقوا البيدون مع ماربيان. بالنسبة للزبيب هانا تقضروا 100 الف. العينة 100 الف. بس كين بره 3 كيلو. وديجا هدي تجيب لكم كيلو برك. المشماش 50 الف. هادوك اللي حبو يديرو حل حمل حلو. يعني فيها عدة اشياء كل مرة يخطفوا حاجها. بالنسبة لأكياس الشيواء فاميل انا اكياس الشيواء انا 10 في واحد. زبدة طولة. انا نستعمله بزاف كين بزاف. كنت قسمت معكم و رصفات تع. لا عجينم ورق راهي في الفيديو. يعني وجهة رمضان. بالنسبة للورقة الطهي وورقة اليمنيوم هادو حاجات كما يقولوا. ما نقدرش منستغناء عليهم خاصة في رمضان. آآ تاني كمام آآ ورق يعني هادك اللي فيم آآ آآ هذا. تانيك نحب دايما يكون متوفر. يساعدني بزاف. أي حاجات عبركم. البقية على الاكل حاجات بزاف نغلفوهم. آآ منشعر فانسحقو نسحقو نسحقو. بالنسبة لكما قلت لكم تقعد هدي الورقة نحن نتقاسمها معاكم. كين حاجات تبارك نكون آآ كما هنا كنت آآ شانتين حيتها من حسابي كنت شريتها سيبون مياه خمسين آلف. آآ يعني آآ كنت ديجا تقاسمت معاكم لابرهم يا فوا. وعندي ديجا بدون واحدة اخر. همزان نستعمل فيه تقالية. آآ بنسبة هنا آآ كما قلت لكم زبيبو العينة والمشماش هادو حاجات تقد انتو ما تشروهم كما حبيتوا. يعني آآ انتوما تشوفوا حمل حلوتاكم وش ديروه فيه. آآ هنا دايما نشي ثلاثة عدوك صغار. آآ جس على حساب الجل. آآ يعني هكا بعد الأطباق نستعمل فيهم طانطومات. مستعمل بزاف سينو. آآ نشي طانز دال زيت هي الكبيرة. آآ نحبوهم في السلطات وكلش. آآ بنسبة هنا تانا كينا حاجو حدو اخرى ليه القطايف. آآ نشيهم من دوك نبدأ شاكفوا آآ نشي. بس كفيرون دان يبدأوا يباكلي وبرك فيهم يخرجهم الشابين. آآ وتلقاوهم ازم الصباح بكري ولا يعني ما تحلكمش كون آآ وتلقاوهم هم هابين يعني لازم لكم كمية كبيرة. آآ نحب دائما لقطايف آآ تقليدية. آآ بنسبة هنا عندي تانا كالعسل. آآ نحاول اني نشريهم كمية كبيرة كما السمن والعسل. آآ يعني البيضون الكبير. آآ نحب شهدوا كل البطات الصغر يعني ما يعجبوني شو ما يشدلش بزاف. عندكم الجلجلان الثانوج. هادو حاجات لازم يكونوا في كل بيت. اللي تايبين سوع. اللي يفضلوه على القهوة يعني كيمزاف ليستهلكوه بزاف. بانسبة هادو ما آآ هادو ما آآ هادو ما آآ ما مقجب ما تقسموه معكم وابد. آآ آآ كخنف خاشيه وطابعي الزبدات راعي هادو عجينة الفيلو. آآ آآ حاجات هادو ما يقع جلبانا وكدا كرامات جوز الهند و سبدا. آآ هادو حاجاتآ غار آخر آآ يعني يعني اليامات الآخيرة تعال الشهر اللي نح نشريهم فيها آآ باش ياني كين الحق رمضان مش نمدان شي هادو الحاجات. آآ نديرهو كيما كنت قسمت معكم في الفيديوهات الماضية. ند تقسيم الشهري يعني تقسيم الأسبوعي نحن ندر فيه هادو الحاجات. بالنسبة هنا عندكم السيوبر كرام جوز الهند والمايزينا سيوك ها قلاس هادو من الأساسيات يعني حطوهم دايما معكم هكا علابكم تلقوهم ستو في شهر رمضان. الله ان شاء الله يلحقنا عليه لا فاقدين ولا مفقودين. هادو ما بعد الافكار نحط لكم كما قلت لكم في المنتدى ان شاء الله باش اشتخدوا افكار منها ان شاء الله كما قلت لكم الخط ديالي يكون واضح. هادو بعض الافكار بارك رمضان يعني يجيب بخيره معه. نحب بارك نتقاسم معكم هكا باش يتحب تنظموا يحبوا التنظيم يحبوا يكونوا من قبل اه وجدين كلش اه نتمنى انهم يعجبهم الفيديو ما تنسونيش بالجامكم وتحلو كيمانتم وحطوا لي في الكومنتا وش وجدته هكا باش نتقاسموا مع بعضنا كي العادة. لهنا نحقنا نهاية الفيديو نقولكم السلام السلام عليكم